ان شاء الله حاجف يوم وحقول لك ابعث لي رقم تليفونك علشان تستلم جايزتك ده شيء مؤكد ان شاء الله لان فيه ناس كتيرة صراحة تعليقاتها جميلة وفيه الناس متفعلة كتير انا مش حانسة ده ابدا مش حانسة اي حد بيعلق بيعمل شير بيعمل لايك بيعمل سابسكرايب مش حانسة الكلام ده خالص ولازم كل واحد ان شاء الله الجميع هياخد هدايا بذل النهاردة مراجعة النهائية لسنة ساتة ابتدائي منهك حل سؤال يعني اعمل دايرة على الكلمة المختلفة هعمل ايه في السؤال ده؟ اول حاجة اقرأ الكلمات كويس واترجمها ممكن اكتف فوق كل كلمة بالعرب معناها علشان اقرأ بالمسافات اللي ايه خلاص وبعد كده اجيب كلمة شبه التلاتة شبه ايه التلات كلمات يعني فيه كلمة مختلفة وفيه تلاتة تلات كلمات بتجمعهم حاجة مشتركة يبقى بجيب كلمة زيهم لا ده انا مش بجيب كلمة واحدة ده انا بجيب كلمتين انا بقولك اهو هات كلمتين ليه؟ علشان لو فيه كلمة وقعة في الاسبالين بتاعها في التهجي بتاعها يعني الكلمة التانية تشني خلاص ده شيء مهم جدا خلي بالك الكلام اللي بقوله على طول تصدقه باذن الله لان ايه احنا بنقول حقايق بنقول حقايق على طول ان شاء الله باذن الله يعني حاجات باذن الله تأسسك وتقومك على رجليك تمام يلا كده نبدأ مع بعض علشان منضيعش وقت في السؤال اللي فوق يعني شهر ابريل ماي مايو شهر يونيا يعني يوم الاحد فين الكلمة المختلفة ترجمت خلاص الموضوع انتهى معايا يبقى في سؤال اللي فوق هعمل دايرة على اخر كلمة اللي هي يعني يوم الاحد كلهم شهور مهم جدا بعد ما اعمل دايرة على كلمة المختلفة شوف ايه اللي بيجمع التلاتة علشان اجيب كلمة زيهم او كلمتين هنجيب ايه زيهم طبعا كلهم شهور ده انا جيب له خمسين شهر دلوقتي ماشي هاجيب مثلا جولاي يعني شهر يوليا جي يو الواي هاجيب شهر مثلا اكتوبر او سي تي او بخفيفة اي ار يلي ايه دا انتو عايزة تفرجوا عليا بتقولوا حلوة يا ولاد ايه الفيديو حلو دا وانا هعمل شيروي لايك علشان مستر محمد يبعاتلي الجايزة ماشي من حرقاتلك الجايزة ان شاء الله بس فين بقى اشتغل اهم حاجة التعليم اهم حاجة انت تتأسس صح دا المهم عندي اكي تمام نمبر تسو في السؤال اللي فوق انجلش لغة انجليزية math يعني رياضيات underground يعني مترو الانفاء عربك يعني اللغة العربية اتعرفت خلاص الدنيا كلهم مواد دراسية مادة underground اعمل دايرة عليها نمبر تسو في السؤال اللي فوق حامل دايرة على underground يعني مترو الانفاء يبقى كلهم ايه ايه تلاتة ايه يس برافو عليكم they are school subjects يعني مواد دراسية هاجب له خمسين مواد دراسية دلوقتي هاجب له music موسيقى هاجب له art خلاص يعني ايه احنا قلنا نجيب كلمتين هاجب له history تاريخ h-i-s-t-o-r-y h-i-s-t-o-r-y التاريخ خلاص تمام نمبر ثري في السؤال اللي فوق hot حر cold بارد او ساعة warm دافي start يبدأ ده فعل يبقى على طول في نمبر ثري السؤال اللي فوق هعمل دايرة على اخر كلمة start يعني يبدأ ده فعل كلهم ايه كلهم adjectives صفات تمام يبقى الصفات ده ممكن كمان اجيب عكس كلمة فيهم يعني مثلا انا عندي هنا warm دافي اجيب عكسها cool بارد قليلا c-o-o-l انا عارف انه كلهم صفات اجيب له خمسين صفة tall طويل t-a-l-l short قصير s-h-o-r-t good جيد g-o-o-d احنا قلنا اتفقنا نكتب كلمتين هو في الامتحام بيقولك اكتب كلمة واحدة بس اسمع كلام يامي اكتب كلمتين انتهى الموضوع معايا تمام number four في السؤال الفوق plane طائرة bus autobies bike عجلة three رقم تلاتة تلاتة ايه تعرفت الدنيا معايا كلهم means of transport كلهم وسائل مواصلات يبقى على طول هعمل دا على three تلاتة دا رقم عجيب ايه زيهم وسائل مواصلات car arabia car car شب سفينة شب سفينة s chai بتقيلة شب سفينة شب سفينة s chai بتقيلة chab chai بتقيلة حفظتها لكم انا المعلومة اللي بقولها بتخش بقوة انتهى الموضوع معايا انتهى الموضوع معايا تمام يبقى خلاص number four خلاص number five the last one here في السؤال الاول اخر واحدة اخر جملة او اخر ايه سؤال فيه في السؤال الاول سوب شربة bread خبز meat لحمة pie فطيرة انتهى الموضوع يبقى على طول number five في السؤال الاول هعمل دايلة على ايه على السوب شربة كلهم اكلات لكن الشربة ايه تشرب تمام اجيب ايه زيهم على طول اكلات اجيب له fish سمك f-i-s-h خلاص اجيب rice r-i-c-e يعني عندي بدائل الحال عندي alternatives على فكرة انا بحب اتكلم شوية انجليزي قوي كده علشان اديك معلومات اكتر وابديك لغة انجليزية اكتر خلاص لازم اعرضك الانجليزي كتير علشان تعلم اللغة انجليزية وما هتعلم عربي خلاص احنا هنا فيديو انجليزي تمام ما بضيعش وقت انا انا ما بحبش اضيع وقت بحب اعلم على طول التعليم استغل اي فرصة عشان اعلمك تمام السؤال التاني بشان ما ضعش وقت السؤال اللي تحت number one بيقول لي bank يعني bank sandwich sandwich theater مسرح library مكتبة يتعرفت الدنيا معايا كلهم اماكن all of them are places اماكن يعني يبقى هطلع ايه في number one السؤال التاني هعمل داهل على الكلمة التانية sandwich sandwich تمام هجيب ايه زيهم كلهم اماكن places هجيب ايه zoo حديقة حيوان z o o home منزل او بيت h o m e h o m e خلاص تمام number two في السؤال اللي تحت who يعني من don 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 who من هننتستفهم what ما او ماذا school مدرسة مدرسة متى اتعرفت الدنيا number two في السؤال اللي تحت هعمل circle هعمل دايرة على كلمة school مدرسة يبقى كلهم الانتستفهم هجيب ايه الانتستفهم انا جيب له 50 الانتستفهم دلوقتي هجيب where اين w h e r e هكتب w h زيهم ورايحة عصابي وحط له حرف y في الاخر w h y يعني لماذا خلاص تمام انا اوسفها question question words number three في السؤال اللي تحت day يوم شفته انا باترجم خلي بالك انا باترجم ما بستعجلش لحد ما بحلش سؤال year سنة او عام month شهر beside بجانب اتعرفت الدنيا كلهم بقى ايه تابع ايه اجزاء السنة او اليوم وكده يبقى على طول حعمل دايلة على beside اللي هي رقم 3 في السؤال تحت حعمل دايلة على اخر الكلمة beside بجانب هجيب يا زيهم اليوم اجيب له سبوع week w e e k w e e k اجيب له ايه تاني century يعني قرن اللي هو المت سنة متعام century c e n t u r y century يعني قرن تمام جبت كلمتين number four في السؤال التحت dinner عشا d i n n e r d i n n e r d i n n e r dinner عشا always دائما usually عادة often او ممكن اقولها often يعني غالبا always usually often دي ظروف تكرار اسمها adverbs of frequency بتدول عزيلا ودرعة بسيط يا سلام عليك يا مستر محمد يا سلام علي معلوماتك يا مستر محمد يا بحامل دايلة على ايه في number four في السؤال التحت يا dinner العشا اعمل دايلة عليه تمام انا وصك من نفسي انا عارف بقول ايه انا بتكلم عنك كطالب انت الترجمة هتخليك وصك من نفسك تمام عملنا دايلة على دايلة في number four في السؤال التحت تمام اجيب زيهم تمام قال لي always usually اجيب له sometimes احيانا s o m e t i m e s اجيب له never ابدا n e v e r اجيب له every يعني كل every day every month every يعني كل e v e r y خلاص تمام عندي alternatives عندي عندي بدائل تمام number five the last one here في السؤال الاخير تحت خالص bottle ممكن اقول bottle يعني ازازة ازازة اللي باشرة فيها ميا دي bottle ازازة glass كوب زجاجي كوبها ازازة يعني g l a s boy ولد bowel سلطنية اللي مشرة فيها الشربة اللي مشرة فيها ايه السوب ايوة كده صح صح معايا بقول يعني سلطنية b o w l يبقى عارتهم وترجمتهم فيه الكلمة مختلفة اتعرفت خلاص boy يعني ولد هطلح برا اعمل circle عليها اجيب ايه زيهم اي حاجة اي حاجة ايه طبع ايه المطبخ مثلا او كده او حاجات ايه اللي بيشرف فيها اجيب له cup كوباية c نص دايلة طبعا u بتقيلة اجيب له dish يعني طبق غويد d i s h اجيب له plate طبق مسطح بتقيلة l a t e بتقيلة l a t e ينهى ربيض الفيديو عالمي سبحان الله في فيديوهات كده تبقى جميلة وعالمية global كله دا المصلحتكم خلاص لو عجبك الفيديو اديها لايك اديها share ما عجبكش براحتك يا عم ما فيش مشكلة عندي خالص هبعد جواز لجميع الطلاب ان شاء الله هعمل فيديوهات مراجعة نهائية لجميع الطلاب الكنكت والكنكت بلاس هشغل فيه كله اشوفكم الاخير good bye بعد السلامة